رزيل بنيمار حاجة ومن غير نمار حاجة تانية هو آسر شرح الموضوع كله بس أنا هعيب على تيدي بقى بدايته للمباراة فريد مستحيل هيكون بديل باكيتا في نص الملعب مع كازيميرو مستحيل هو باكيتا هو زي ما أنت قلت لعيب رقم عشرة هو كان بيحطه جنب كازيميرو عشان هو اللي يتولى ان الفريق يخرج بالكورة انه التمريرات العمودية اللي تكسر التكتلات الدفاعية باكيتا يقوم بها فريد ما بيعرفش يعمل ده طبعا ناحية تانية نمار لعيب بيقدر يستحوز على الكورة ويدخل طبعا في التكتلات بمهارته الفردية باكيتا ما عرفش يعمل ده ما كان نمار هو باكيتا متميز في النواي التمريرات بتاعته ونظرته للملعب كويسة بيعمل سكانينج كويس بيباص كويس نمار بيقدر يستحوز على الكورة الشكل اللي ختم بيه البرزيل كان لازم هو اللي يبدأ به جامريش كان لازم يكون ليه دور أو باكيتا يفضل يلعب هو السناء اللي جانب كازيميرو ويكون موجود لعيب يقدر يختارك التكتلات بمهارته الفردية زي رودريجو زي ما حصل في آخر الماتش لو جبنا معنا خريطة توضح تمركزات لعيبة البرزيل وصد سربيا في الماتش الأول هنشوف أن نمار دايما كان ميل ناحية الشمال عشان يعمل أوفرلود مع فينيسيوس جونيور ويقدروا يختاركوا الحتة دي والحتة دي اللي جي منها الجون الأول اللي فتح ماتش سربيا كرة اللي ما بين نمار وفينيسيوس الشوطة ورجعت لريتشارلسون جاب الجون دي فده ماتش سربيا بص رقم عشرة مع فينيسيوس كرة نزلت لكازيميرو إزاي أنا قلت المرجحة بتاعتوش رجلو دي أحلى حاجة في الهدف بتاعت كازيميرو يعني الدفاعي هو لسجل الهدف فهنا لما نجي نبص نمار جنب فينيسيوس على طول يعني دايما فيه اتنين هنا موجودين عشان يعملوا على طول الأوفرلود الناحية دي أنهما يقدروا يختاركوا الدفاع ودي اللي جي منها الجون الأول بتاع ماتش سربيا اللي فتح الماتش أما نجي للصورة اللي بعدها في ماتش سويسرا بقى دي الصورة اللي بعدها هتبقى الشوط الأول إزاي هو بدأ يعني إزاي هو بدأ في ماتش سويسرا بص لعيب رقم سبعة باكيتا جنب جنب فينيسيوس بس هو ما يقدرش يدخل وعنده المهارة الفردية أنه يقدر يلم ويعمل الكلام ده زي نمار فما حسناش بوجوده بيستلموا الكورة بيحاول يبص على تمريرة طبعا سويسرا عاملة زون دفاعي مش قادر يلاقي التمريرة دي فبيرجع الوراء ناحية تانية فريد هو اللي بيلعب رقم سبعة تاشر هو الجنب كازيميرو ما عندوش الرؤية أنه هو يعمل تمريرات كسرة للخطوط أنه هو يقدر يكسر التكتل فأنت لا عرفت تعمل اختراقات باكيتا في مركز نمار ولا عرفت تعمل بصات جيدة من فريد زي ما بيعملها بكيتا أو حركة الكورة آخر صورة معنا لما نزل رودريجو لما نيجي نبص على رودريجو هنشوف الفرقة ازاي كلها اتزاقت بص الفرقة اتزاقت كلها لقدام رودريجو 21 بدأ يدخل في أنصاف المساحة اللي بنتكلم فيها بتاعت نمار بدأ يدخل في العمق بقى يعمل الأوفرلود مع فينيسيوس ودي اللقطة اللي جي منها الجوم برضو بتاع المكسب النهاردة الوان تو من فينيسيوس لرودريجو وكازيميرو دخل حط الجول